مساء الخير أعزائي المشاهدين قناة الصحة والجمال في الوطن العربي كله النهاردة أنا أعتقوا أننا الوديعة على جزئين الجزء قلنا المرة اللي فاتت وهنكمل بقية قصة الوديعة اللي كانت عند الشيخ علي الشيخ علي بعد ما مات احنا وصلنا المرة اللي فاتت أنه هما بعد ما مات الوالد خاد الصندوق الوديعة اللي كان متفق عليه مع القص نجيب أنه هو هياخده عنده بعد ما يموت يعني المهم إيه جت طبعا آخر أحفاد مرة أكتر من ستين سنة وجت دور على واحد من أحفاد الشيخ علي بعد ستين سنة كان شغال في الخارج زيه زي بقى زميله زي بقى الناس في خارج البلاد يعني ورجع كان صاحبه واحد اسمه حاتم بعد ما رجع مصر قعد مش عاجبه حال حاتم وقعد يعني مش عاجبه حال البلد ومش عاجبه حال الدنيا وقعد يقول للناس يعني وحاتم كان من ضمنهم أنه هو عندهم كنز الكنز ده موجود عند القص نجيب قال له طب لما أنت عندك كنز إيه اللي يصفرك ويغربك في الغربة أما أنتوا عندكوا صندوقوا فيه كنز إيه اللي بهدلك كده طب ما تروحوا تشوفوا الكنز بتاعكم ده فين وتفتحوه وتشوفوا إيه الموضوع ده وتعيشوا زيكم زي بقيت الناس طبعا قاعد كل يوم يلعب في زهد آآ تامر وهو كان مهندس وعايش بره كل يوم حاتم يقول له فين الكنز بتاعكم ما تروح تشوف الكنز بتاعكم قال له طيب المهم خد بعضه تامر وراح بيت بيت القص نجيب لأحفاده برضه قبله واحد من أحفاده اسمه وديع هو اللي عارف برضه موضوع أنه هو جده سيب له من الصندوق ده أمانة عنده لما بعد مئة سنة يدوله صحابه قال لهم أنا عايز السندوق بتاعنا قالوا له الوصية مكتوب عليه مكتوب فيها أني لازم يعدي مئة سنة قال لهم لا عد كتير كده احنا مش هنستحمل تاني احنا عايزين في صندوقنا والكنز بتاعنا ما رضيوش يدوله طبعا دي أمانة ما رضيوش يدوله الكنز ومشي قال لي صاحبه حاتم قال له تصدق أنا رحت علشان أخد الكنز بتاعنا السندوق بتاعنا مارضيوش يدولي قال له ازاي تعال للم ناس ونروح ناخد الكنز السندوق قال له لا وما ينفعش وما ينفعش دجرنا والحكاية واللواية ما ينفعش نعمل كده قال له لا لازم تعمل كده عشان تاخد حقك قال له طيب سيبني أفكر رح حاتم من وراه حاتم ده قس البلاوة كلها رح حاتم من وراه رح لوديع حفيد قصة نجيب وقال له ان تامر المهندس تامر من أحفاد الشيخ علي هيلم ناس كتيرة جدا وهيجوا يهجموا عليك وياخدوا السندوق قال له ايه ده ازاي يعمل كده ده عائل وتربية كويسة وازاي يعمل كده لا مش ممكن مش ممكن لينت بتقوله ده قال له لا هو ده الله هيحصة رح تامر بقى قال له ايه بقى رح الولد اللي هو حاتم ده اللي رح قال له وديع الكلام ده رح قال له ايه قال له تعالى نلم ناس وروح نولع بيت القص نجيب وناخد حاجتنا قال له ايه ده ازاي نعمل كده قال له لازم نعمل كده عشان تاخد حقك قال له لا ما ناخدش حقنا بالطريقة دي قال له لا لازم نعمل كده انت مش صاحبي انا خايف على مصلحتك ولازم ناخد ناس واللم ناس والروح ناخد حقنا مش ده حقكو قال له حقنا بس فاضل لسه ما كملناش اللي 100 سنة احنا بس بنستعجل ناخد عشان احنا نعيش اللي بقى من عمرنا قال له خلاص مدام الموضوع كده يبقى ما ينفحش الا بالعافية قال له كده طيف راحوا لموا ناس قبل ما يلموا الناس بقى كلهم راح الوديع قال له انتوا هتعملوا رجع حاتم تاني لوديع قال له على فكرة احنا هنلم ناس وجاي لك تامر هنلم ناس وجاي ولعلك البيت قال له كده طب وانا كمان هروح هلم ناس واجا اقف قدامكو مش انتوا عايزين هحرب بينا وبين بعض انت الوسيل دلوقتي بينك بيني وبينه انتوا عايزين تولعوها طيب انا كمان هلم ناس وهقف قدامكم راحوا طبعا تامر فندي وحاتم جاي من العصابتهم وجايين يهجموا على بيت نجيب واحفادوا اللي هو وديع وجماعتهم يعني لموا الناس وقفوا وقفوا صفك كده مجموعة من ناس كتير جدا ودول وقفين مجموعة كبيرة جدا ايه ده ايه ده فيه ايه هي دي الفتنة بقى المهم وقفوا صف بعض المجموعة بتاع التامر ومجموعة وديعة دول جايب ناس وده جايب ناس راح وديع قال هو عايز يلم الموقف ومش عايز مش عايز خناقات عايز يلم الموقف راح جاب قص من الكنيسة وقال له تعالى احنا في مشكلة حللنا المشكلة والقص جاي وراح القص برضو جاب واحد من الجامع وقال له تعالى حللنا احنا معانا مشكلة كبيرة في الحي ومش عارفين نحلها ازاي والشباب هيربطوا كلهم في بعض بسبب الفتنة طبعا جم القص وشيخ الجامع وجم قالوا ايه المشكلة ايه المشكلة اللي مخليكم تعملوا كده تامر قال له انا من احفاد الشيخ علي وكان سيد الصندوق عندنا جيب عند القص نجيب لمدة 100 سنة زي ما احنا هتلعنا وعرفنا كده وهو احنا دلوقتي ظروفنا مش زي الاول ظروفنا تعبانا وعايزين نعيش احنا قال لي عايشنا نستنى 100 سنة ليه انا عايز حقي قال له ما لامم الناس دي كلها وجاي يتحارب ليه كده قال له طب قدونا حتى النص اللي في الصندوق والنص التاني قال له راضي يا وديع الشيخ بيقول لوديع والقص بيقول له راضي انك انت تدوله نص في الصندوق والنص التاني جيت بقى لما تعديل من السنة قال له خلاص احنا هو في القص وشيخ الجامع راحوا جابوا بأيديهم الصندوق جابوا الصندوق وحطوه في وسط الناس وبدأوا يفتحوا الصندوق مفتاح مع تامر لكن الصندوق مع وديع خدوا المفتاح من تامر وفتحوا الصندوق ايه اللي لقوه في الصندوق اللي كانوا بقى منتظرينه لقوا لفتين ورق وصرتين من الحرير الابيض يا ترى ايه فيهم الصورتين دول فيهم حفنة خدها الشيخ علي من طربة اجداده في سرة والصورتين والصورتين محططين مع بعض في الصندوق مين اللي هيقدر يفرقهم مين اللي هيقدر يفرق الطراب ده وطراب ده محدش منهم قدر يفرق طراب مين ده وطراب مين ده لان الشيخ علي كان متفق هو والشيخ نجيب على كده ان هم هيعملوا كده علشان محدش يقدر يفرقهم ابدا ولا احفاد الشيخ علي ولا احفاد الشيخ ولا احفاد القص نجيب اللي أروه إيه بقى في الرسالة إيه اللي أروه الكلمتين اللي أنا قلتهم الشيخ علي والشيخ نجيب اتفقوا إن كل واحد يجيب شوية طراب من مقابر أهله ويحطهم في صرة ويحطهم ليهم عشان ما فيش حاجة تفرقهم أبدا عشان في يوم من الأيام هيتعرضوا لفتنة كبيرة جدا ومش هيقدروا على الفتنة دي إلا إذا كانوا إيد وحدة محدش يقدر أبدا يفرقهم عن بعض يدرتوا تفرقوا الطراب ما يدروش يفرقوا الطراب ده طراب مين وده طراب مين ما يدروش يفرقوا الطراب وطبعا أول ما شافوا المنظر كده الشباب من هنا والشباب من هنا اللي كانوا جايين يتخلقوا كلهم اتصفحوا واتصالحوا وكانوا حاجة جميلة جدا وقاعدوا يسلموا على بعض وده يقول له حقك علي وأنا كنت غلطان وده يقول له لا إحنا إيد وحدة إحنا مصريين وعايشين على أرض مصر وإيد وحدة ومن هنا خلصت حكايتنا مع القصرة جيب والشيخ علي خلصت حكايتهم على كده نتمنى من ربنا إنها تكون عجابتكم وإن شاء الله زي ما عطتكم المر اللي فاتت هنحكي حكاية تاري حكاية أم علي الحكاية بقى اللي أنا بقالي فاتها مش حكاية أم علي الأصلية عشان ما حدش يقولي بتغيري في التاريخ كان فيه ملك الملك ده اسمه أسلان أسلان ده كان بيحب ينزل يشوف المدينة فيها إيه وإيه اللي ناقص وإيه اللي عايزين إيه وخوة والمدينة اللي هو قاعد فيها كانوا كلهم يعني إيد وحدة مع بعض في يوم الأيام وكان الوزير لو في حاجة بيقوله عليها والغفر برضو لو في حاجة بيقولوله عليها يبلغوه في الأصل إنه حصل كذا 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 في يوم الأيام كان فيه مشكلة كبيرة جدا في الحي اللي هم قاعدين فيها المشكلة دي كانوا الشباب كلهم مسكين في بعض راح طبعا الوزير قال للغفر بتوعه روحوا ولموا الشباب كلها اللي قاعدين اللي بيتخلقوا قاعدين بيتخلقوا مع بعض اللي وقفوا اللي قاعدوا أبوه أما عشان نعرف أصل الحكاية لازم نلم اللي وقفين كلهم عشان نعرف إيه هم بيتخلقوا ليه قال له طيب نزلوا الغفر ولموا الشباب كلها اللي مسكين سكاكين وسينج لبعض واللي وقفوا من غير حاجة ولموهم كلهم ولموهم وحبسوهم قال ليه لا كده لغاية ما ييجو كل واحد ياخد قريبه يعني ليه عيل يروح يسأل عليه وياخده هو كان بيعمل معهم كده يعني فيهم ولد من زوه الحالات الخاصة كان واقف ما كانش بيعمل حاجة كان خارج يشم هوى واتخذ من ضمنه المهم إيه اللي حصل أمه طبعا قعدت تدور عليه وتسأل عليه اسمه علي فينك يا علي فينك يا علي فينك يا علي طبعا الناس قالوا لها ابنك إيه اللي طلعك إيه اللي خلت طلع من البيت يعني قالت ده طلع يتهوى شوية وقال رجع على طول طيب اتلم مع الولاد ودخل برضو زيه لغاية ما القضي بتاع القصر يشوف المشكلة إيه وكل واحد يروح بيته أو كل واحد يجي ياخد ابنه طبعا قعدت تدور ما هي مجاش في تبخه ان فيه شباب وولاد اتلموا والتغضوا مجاش في تبخه ان ابنها أبدا يكون فيهو راح طبعا قعدت تعيط وتدور على ابنها تعيط وتدور على ابنها راح واحد من الحي اللي لها لسه فيه شوة أولاد كانوا عاملين مشكلة كبيرة جدا في الحي وعبالين يتروع والغفر جنخدوه روح تشوفي يمكن يكون ابنك فيهم قالت طيب راحت وقفت على الباب القصر وسألت وقالولها ان فعلا فيه مجموعة جات وطبعا لازم تشوفي الوزير وتتكلمي معاه والقاضي عشان تشوفي ابنك ليه فوستيهم دخلت من حصن على الظهر كان فيه ملك الملك صاحب المكان أصلا قاعد وعلي طبعا مع المجموعة ملك أصلا شافها قال لها انت عزيه قالت له ابدا أنا ليه ولد اتخذ في المجموعة ليه اتخذي قال لها طب وانت ازاي قالت له ده ما بيعرفش يتكلم من الحالات الخاصة ومش بيعرف يتكلم قال لها انت عارفة ان انا ممكن احبسك دلوقتي قالت له ليه تحبسني أنا قال لها علشان ابنك المفروض ما تطلعهوش إلا وانت معاه او الهوية بتاعته تكون موجودة معاه ازاي انت تعمل كده أنا هحبسك قاعدت طبعا تتحايل عليه وان هي اخر مرة هتعمل كده ومش هتعمل كده تاني تمام تمام راح جاب علي من من الحبس يعني بعطله الغفر جابوه وقعد يتكلم معاه قال له انت اسمك ايه قال له اسمي علي يعني بينطق كلام كده مكسر كان حد قاعد من الشام صاحب أسلام الملك أسلام ملك جاي من الشام الملك أسلام في وجود السد وابنها علي وقفين في ساحة القصر الملك أسلام جاي له زيارة من الشام من ملك الشام الزيارة دي فيها ايه فيها شمندر جايبه معاه من الشام ليه بقى جايب الشمندر معاه؟ علشان ابنه أسلام عنده ولد مريض وتعبان وعنده فقر دم وتعبان جدا وقال الشام مندر ده مش موجود كتير يعني في فصر فجاب معاه الشام مندر بكمية كبيرة بعد ما جاب الشمندر ودخل وطبعا الهدية محطوطة كل حاجة محطوطة سمع القصة بتاعت علي وأم علي الله خلاص خدي ابنك وروحي الملك أسلام قالت له طيب راح طبعا الملك بتاعنا الملك أسلام قال لي ملك الشام لا أسيبها شوية أنا عايز أتكلم معاه بعد ما أخلص كلام معاك قال له طيب قال له أنا جايب لك الشامندر هو اسمه بانجر دلوقتي الشامندر عشان ابنك التعبان قال له شكرا إنك انت فكرت في ابني وجبت لي حاجة زي كده أنا نده الوزير وقال له إملى مكان الشامندر ده حطوا كل اللي قفة في كده قفة كده بحاجات كده وحاجات بيحطوا فيها الشامندر والحي قال له إملى حاجات كلها اللي جاية بالدهب الهدية تردد أحسن منها بالدهب وحطوهم لملك الشام ياخدهم هدية من مصر معاه مصر أم الكرم قال له طيب تمام وراح عمل زي ما قال له جابوا الدهب وحطوه قدامه راحت أمه علي طبعا لسه وقفة وابنها علي راحت الراجل عمل إيه الراجل تعيشان ملك الشام راحت أخد أما قالت له إن احنا ظروفنا تعبانة وأنا ما تحبسش عشان لو أنا تحبست ابني علي هيعيش إزاي ده هو وحيد ويتيم هيعيش إزاي وإحنا فقرة وأنا يعني ببيع شوية حاجات كده وشوية دي أعمل للناس شوية تعيش أعمل للناس شوية حاجة وعايشين على الدينة قال له طيب خلاص أنا سامحتك خلاص بس بعد كده علي بيطلعش من البيت من غير هوية لا يطلع معاك يطلع حاضر راح ملك الشام واخد قفتي الدلاتة اللي هو الدهب ده ويمديهم لعلي في دهب قال له دول هدية مني ليك يا علي علشان أنا شايف فيك إنسان طيب وجميل طبعا فرحت قوي أمه علي بالدهب وراحت خدت وفتين الدهب اللي خدتهم دول الزوارين خدتهم وراحت هي وعلي روحوا وهم بشير الناس طبعا فرحانة بعلي إن هو طلع من الحبس وإن هو ما عملش حاجة ما عملش حاجة وأفرج الملك عنه وكمان خدوا هدايا وصلوا بيتهم قالت أنا لازم لازم أفرق بمنازمة علي إن هو طلع من الحبس أفرق حاجة حلوة لازم الناس اللي بتحبيني دي كلها أفرق على أهل الحي كلهم حاجة حلوة رحت عملت أهل جابت شوية دي وشوية لبن وشوية السكر وعملت أمه علي تكسرت دي وعملت بطير وعملت أمه علي وراحت كل جار من جيرانها إدته طبع كل جار إدته طبع مش زي دلوقتي بقى بنعمل أمه علي بالمكسرات والكاج واللاج والحاجات اللي بتتحط عليها دي أمه علي الزمال كانت رؤاء واللبن والسكر وبكن ما كانش فيه لها بقى كمان كان سكر ورؤاء مكسر بس وسكر ورؤاء طبعا الناس فرحوا جدا أنت بممناسبة إيه بتفرق الحاجة حلوة دي قلت لهم بممناسبة اللي أنا جبت علي معايا وأنا فرحانة أول أن علي طلع بالحبس قالوا لها طيب أنت طبعا فرقت على أهل الحي كلهم محدش مخدش قالوا لها طيب إيه دي هي أكلة إيه دي اسمها إيه دي قالت لهم سموها زي ما تسموها قالوا لها خلاص إحنا هنسميها أمه علي ومن ساعتها أمه علي طلعت وبنكلها بالكاجو والبندق والفوزدق لغاية دلوقتي أمه علي إيه رأيكم في الحكاية أعزائي المشاهدين كل سنة وانتوا طيبين وإلى القراء جديد في حلقة جديدة إلى الله